هل غسل أو مسح الرقبة من فروض أو من سنن الوضوء أم لا؟ ليس مسح الرقبة من سنن الوضوء ولا من فروض لأن الله سبحانه وتعالى عين الأعضاء المغسولة والممسوحة قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الذي يمسح هو الرؤوس فقط دون العنق ولم يثبت في مسح العنق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فمسحه يكون من البدع نعم بارك الله فيكم